تقول يعني الحديث يذكر بأن الشياطين تصفد في رمضان تقول يعني توجد الوسوس أحيانا ما سبب ذلك أختم عبد الله بارك الله فيك بالنسبة لشهر رمضان هو واسطة عقد الشهور وشهر خصه الله بخصائص وميزه بمزايا ومن جملة ذلك أن الله تعالى يفتح أبواب الجنة ويغلق أبواب النار وأيضا يصفد الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان والعلماء جمعوا الأحاديث في هذا الباب فقالوا بأن التي تصفدهم مردة الجن المردة مردة الجن هم الذين يصفدون في شهر رمضان أما بقية الشياطين فهم يعني يحرصون على إضلال بني آدم يحرصون على الوسوسة يحرصون على كذا لكن لا بد أن نعلم أخت الفاضلة أن أعداء الإنسان ليست الجن فقط وإنما النفس الأمارة بالسوء فقد يوجد عند بعض الناس مادة الشر اللي في نفسه أقوى من مادة الشر اللي عنده الشيطان وهذا ما نشاهده من تصرفات بعض الناس من المسلمين في شهر رمضان من التهتوك والمجاهرة والجسارة على محارم الله والجرأة على حدود الله هذا يدل على ماذا؟ يمكن هذا الشيطان ما يقدر عليه ولا يقوى عليه هذا مادة الشر الموجودة عند بعض الناس ولذلك قال تعالى وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي في سورة يوسف وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي والله جل وعلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والنصوص في تزكية النفس وتطهيرها كثيرة جدا ويقول جاءت طبعا النصوص في القرآن والسنة والمقصود اختلفاض بأن الراجح من أقوال أهل الإلم أن المردة مردة الجن العتات هم الذين يصفدون أما بقية الجن أو الشياطين فهؤلاء لا يصفدون اشتركوا في القرآن